لا نحتاج الزيلاو تشيكين إلا في عملية إنتاج بقيتها وين رحت آه تقدر تروح النام لا 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 هذه كلها من الكرافتك ستيشين أوكي 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 لازم أخذه هاي شنو وكيحة وكيحة هاي الدجاجة هههههههههههههههههههههة وانا قاعد أشرح ليش تسويين معب؟ وانت تريد تروحين وتي بعدش هستوي الحجاية للدنيا تعايا مرحبا أصدقائي شباب وبنات أتمنى تكونون بخير صحة وسلامة ودائما مجموعين بأحباكم وعزاكم وياكم أحمد من قناة 100 ورجعت لكم بحلقة جديدة من لعبة ماينكرافت سلسلة سكاي فاكتوري 3 مثل ما ترون العيون محولة ها هي 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 ها هي 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 ها هي 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 طبعا من مناسبة شباب ترونها ستو وخلا راويكم عيوني موجودة العيون موجودة ترى بس حاطين فوقها عيون محولة ها هي 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 اوكي شباب اوكي 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 شباب اليوم عندنا فتح حلقة مميزة بالنسبة لي اوكي اوكي طبعا بس خلا راويكم هناي الانفنتر يمالتنا خلننقوله جديد الديسك درايف لتشوفون ذني النقاط الحمر ذني الهاردات يعني قبطا بالموارد فصارت عندنا موارد يعني كل شو هواي هذا هم يحتاج لفيديوم من الايام ايضا نكبره اليوم راح نبدي مود الدجاج الشيكين مود الشيكين شباب هنا راح نحط وراح تشوفون التشيكين اش راح يسوي اوكي شباب فخلننبلش بالمود مباشرة اروح على الرفايند ستوريج اوكي ريفايند ستوريج وينه ها ها قبلها 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 شباب تشوفون الشحن اللي عندي الشحن ما لجيت باك الشحن بي 17 بالمية فخلننروح على بناية الطاقة خل رويكم سرعة الشحن اللي تشحنه بالمناسبة الطاقة من ورا نقل الموارد الطاقة قامت متى يعني متكفي عندي فدائما عندي نقص بالكاباسيتر بانك اوكي شباب ها ستشوفوا ها سوى 17 بالمية ستشوفوا لما نرح انقل هنا شوفوا سرعة الطاقة اللي تنظف والسرعة اللي قاعدة تنسحب يعني تنسحب 48 ألف رف يعني يعني سحب خيالي بحيث يقبط للعشرين مليون يعني من 17 بالمية الى مية بالمية يعني بعد الثاني وانتهى ها انتهى الموضوع وانت كنت اذكر ابقى يمكن ساعات يلا يشحن بذاك الكاباسيتر بانك القديم اوكي وين وين هس احنا وين وين احنا هنا فشباب الدجاج الى عالم خاص الدجاج يطلع بيض طبعا تعرفون شباب ويطينا لحام وهذا الدرس من هاي الحلقة فهس احنا شنسوي ندور على فتشي اسمه انيمول هذا انيمول كتشر اللي هو هاذ اللي هو نقدر نصنعه من هذين الشغلات اللي هو stick و string اوكي فنسوي مباشرة هذا هنا هاي اول نقطة وبعديا يحتاج انه اشكال وانواع ال ال die ال die اللي هو الصبغ شباب فيحتاج انه صبغ اصفر واذا نكتب هنا die فيطلع عنا الصبغ الاحمر اوكي ومثل ما تشوفون هنا عدنا اشكال وانواع الاصباغ اللي موجودة هاي نحتاجها بعديا ونحتاج شنو بعد نحتاج ايج فنحن عدنا ايج يعني ايج كل مراتش انت اجمع بس ما عرف لش يطلع لي هاي لما نكتب ايج اوكي فهذا عدنا ايج عدنا اوه الاستاك مالتها 16 يصير خلنا اخذها كله اه ونشوف او يحتاج شنو بعد خلنا نسويين هنا بما انو احنا جايين هنا نحتاج فالش اسمه نست اللي هو العشمان للطيار اللي هو هذا شباب هذا يحتاج هذي بس هاي ما عدنا فاحنا اللي هي هاي هاي بأبالي يمكن يشتنقر المهم يحتاج لنا ثلاثة واحد ثنيا ثلاثة خلنا نسوي الستة هسيا شنسوي شباب نسوي هذا الست اللي هو يحتاج النا اثنيا من عنده اووك祢 لين واحد نحتاج لهذا النستنق اللي هو يصير به الطائق نحتاج يعني النست ونحتاج اي فموجود اكيد فنسوي لنا احد فيصير لنا واحد نستنق وitto واحد يصير ايج نست اوكي شباب هسز احنا كل الشغلات يعني مو كل هن بعد عدنا شغلات بس هسه خلنا نروح الى المزرعة ونسلم عليهم اوكي هاي المزرعة اول شي ش نسوي نجيب الدجاج ناخذه شون ناخذه بهاي الانمال نست نجي ناخذه هيكي من نايا اسا هاي دجاج هزيان كامل صحتها مية بالمية فناخذه هيكي هاي اول وحدة ونروح نوديها وين نوديها هنا اوكي خليها هنا هسه يلا نزلي اي اي نزلت هاي اول شي هو اعتقد ما يعني يعني مو هلقد نحتاجها هاي الدجاجة لكن احنا نحتاج اه دجاجة وحدة وهذا الموضوع اعتقد احتاج الكرافتنج استيشن احتاجها يمي هسه هسه احنا شنسوي احنا اول شي اول اول الف باء الشغلة انه نجيب البيضة هنا نحطها بالنص ونحط عليه لون اصفار ش راح يطلع عنا راح تطلع عنا هذي البيضة اللي هي yellow chicken اوكي هذي yellow chicken خلننسوي انه اه وجبة من عدها اوكي خلننسوي انه لا خلنسوي هسه بس وحدة اوكي اه نسوي وحدة او خلنسوي بس وحدة هسه من عدها اوكي فهسه اذا نسوي وحدة شنسوي بعد انجيب هذا النست ونخليه نخليه هنا اوكي ونجيب هاي البيضة الصفرة نخليها ندوس shift اعتقد لو بدون shift بدون shift ندوسها فهسه قاعد صير الصير hatching صفر بالمية زيان فهسه يعني مثل يعني قاعد تفقس البيضة اوكي صارت هسه واحد بالمية مثل ما تشوفون اوكي فاني راح يعني اسوي هاي العملية اه كل فترة يعني صراحة اقطع وارجع لكم لينهاي العملية الطول فلما نتكمل راح ارجع لكم اوكي اوكي شباب اقتربة اللحظة الحاسمة اذا تشوفون 97% راح تفقس البيضة ه 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 تقوم ب Jap تسعين يلا يلا يا بيضة تسع وتسعين هنشوف هاي شي احسن يمكن رح تفقس هسه يلا مية اوكي شباب تشوفون يلاو تيكن يلاو تيكن اوكي شباب هذي اول طريقة لعملية انتاج الدجاج المختلف اوكي فهسه مثل ما تشوفون لما اوقف عليها تشوفون اللي هو اللي هو يعني انت شوكت تكبر عشرين دقيقة تقريبا يحتاج عشرين دقيقة يلا تكبر ليش لانه مثل ما تشوفون هاي تير وان تير مالتها تشوفون كلها واحد 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 هذي تير وان يعني درجة الاولى اللي هي تكون ضعيفة مالتها ضعيف والغين مالتها اعتقد تاخذ الاشياء ضعف والغروث مالتها ايضا بطيء وهي كلها عبارة عن ما مطورة تير وان يعني المرحلة الاولى اوكي فهاي مستقبلا نقدر اه نقدر اعني انطورها لكن صراحة احنا ما نحتاج اليلو تشكين الا في عملية انتاج بقيتها اوه تقدر تروح النا لا 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 هاي هاي كلها كلها من الكرافتك ستيشن اوكي 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 لازم اخذه هاي شنو وكيحة وكيحة هاي الدجاجة اوكي هوا انا قاعد اشرح ليش ذي صوين معاب وانت يتروحين وهانت بعيدة شهاستوي الهجائة للدنيا ه 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 طعا Bei حبي خليها هي هنا اوكي bastante بعيدة عن كرافتك ستيشن فهاس عدنا مثلا هاس عليه عدنا بونا لا يعتوف وباقر اوكي فالتي هي يقول لك البونا وايت تيكين فتتجي على هاي البون واي تيكن هي عبارة عن البون ميل البون ميل اوكي تحطها دارة مداير التيكن العادية فان اجبت البون ميل نخليها هنا اوكي وايضا ناخذ بيضة ونخليها بالنست اوكي نخليها نستغل الوقت هنا نخليها وايضا بيها وقت هسا عدنا مثلا هاي الورنج تيكن هذي خلنا نسويهن منا مو كلنا نسويهن لكن نحاول نسويهن بالتسلسل فهي يحتاج النار الورنج داي شون يصير يصير من نتيجة دمج الاصفر الصبغ الاصفر والصبغ الاحمر فان عندي الصبغ الاصفر والاحمر فخلنا نسويهن ايش قد يحتاج النار احنا يحتاج النار وجبة اوكي فلسا هاي اربعة اعتقد واحد اثنين ثلاث ثمانية يحتاج النار اوكي عن منطلع وحده اوكي شباب هذين يكون هن يحتاجهن لغرض انتاج الصبغ ولغرض انتاج ولغرض استخدام هن بانتاج دجاج اخر اللي هو دجاج اكثر اهمية شباب الدجاج يضطينا ايرون الدجاج يضطينا دايموند يعني كل انواع الدجاج هسا نقدر نطلع اوكي شباب فهسا ايضا هذا نخلي البيضة هنا اوكي ونخلي دار ما دايرها هذا الصبغ راح تطلع عنا الورنج تيكن فهسا خلنا نستخدم هذي النستنج بن مثلا شباب هاي النستنج بن اذا نخليها نجي على هاي الدجاجة اللي عندنا وين هاي هاي بعدها برادي ما مع Laurana اي اوكي خلي إلا ما ندكبر اوكي فنجي على هاي الدجاجة اللي عندنا نخليها مثلا اهنا اي اوكي ونجي نأخذ هاي الدجاجة ناخدها اي شي ونخليها اي انا اي لا الان لا نخليها بالشفت يعني خلي الدجاجة بالشفت اوكي فأيسا مثل يعني شنو مثل يعني هي استقارت قعدت باعتبار فهذا شوفووا النتي تروب بعد اربع دقائق亲 هي اي دجاج عادية فاذا نفتح هذا مثل صندوق يعني مثل صندوق مثل انفنتوري فبيه هنا الشغلات اللي تطلح على الدجاجه فنقدر هنا نحط له نود اوكي ونربطه بالصندوق عادي يعني كلش عادي فنقدر الدجاج به هالطريقة نتحكم به فاني مثل ما شفتوا سويت الورنج تشيكن ايج يعني سويت البيضة لكن انا ما راح اسويها راح اسوي البيضة الحمرة اللي هي شون الصير شباب هي تصير تطلع من البيضة الحمرة والبيضة الحمرة شون الصير بهالطريقة فنرجع نبتلخ هاي الورنج نجي ما دي الاشي لتاني هي تي ونسوي لنا ايضا بيضة واحدة اوكي بيضة واحدة وهي ماكو طريقة لا اكو طريقة اكو طريقة ثانية اوكي هسا يمكن نسويها على السريع فاكو طريقة ثانية شوني شباب احنا مو عدنا هذي الريد تشيكن ايك البيضة ياما نسويها ياما نحطها بال النسط ياما نشمورها بالقاع وممكن اكو اه يعني فرصة بانه تطلعنها ساشكاتب throw it اه to have a chance to spawn the chicken فخنسوي النا وجبة بما انه عدنا صبغ اه اه بما انه عدنا صبغ احمر خنسوي النا وجبة هي اه ريد ايه اوكي اه خنسوي لا لا خنسوي خنسوي بعد اوكي خنسوي بعد هذني كلهن خنسوي خنسوي ذني مثلا اه اربعة وهي صارة الستة خنسوي عشرة اه خنسوي عشرة اذا نقدر اه الريد داي ما عدنا داي ما عدنا اوكي ذني ستة شوف الشباب شو راح اسوي يعني راح اجرب ابقي اه واحدة هنا اوكي واشمر خمسة اوكي هاي الخمسة خننج نشمرهم هسة اوكي خنشمرهم وين خنشمرهم اهنا ايه اوكي فاذا المكان الفارغ يللا يلا ما طلعت ما طلعت ما طلعت ما طلعت ما طلعت ولا واحدة جماب ما طلعت ولا واحدة ممكن ان تطلع لكن الفرصة م specific خليش قليلة لذلك powiedz lite الطريقة القديمة او الطريقة البطيئة اللي نحطها بالنست فنحطها بالنست ونحترم نفسنا وننتظر عندنا شباب هذي اللي هي اللابز هاي شباب تصور تطينا لابز يعني دجاجة تبيضنا لابز فهي شون الصير الصير لازم من اللابز ايج يعني لابز بلو تيكين ايج يمنع منعد هذا الشون الصير الصير بيضة وتحطها في مدارها لابز بشكل طبيعي يعني اوكي هاي نسوي لها بريد وهاي نسوي لها بريد فاثنين هاتم نصير عملية التكاثر باعش طلع انه بس طلعت انه ريتشيكن شباب اوكي ايضا طلعت انه ريتشيكن وايضا تير كلها 1 1 1 1 اربع وانات اوكي اوكي شباب مثل ماذا تشوفون سويت هاي العملية 3 مرات ومططني الورانج تشكن اوكي هاي دجاجتين حمرات تكني ودجاجة صفرة خلي سويها السهل مرة على امل انه تطيني اورانج تشكن شباب يلا يا دجاجة اه تكني اه اه صبغة احمر صبغة صفار اوكي شكرا اوكي هذه ويه هذه يلا يلا تطوني اورانج ارجو اورانج اي 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 واخر واخر واحد اي شباب اي اي شباب اي اولنج ياتة اورانج اورانج تشكن ممتاز اوكي شباب اوكي اوكي فهيس احنا عدنا هاي الطريقة تطينا orange chicken هي طبعا نشوفوا النسبة مالتها 20% فهذا يعني 20% 40% 60% يعني برابعة واحدة تقريبا تجيكم انت وحظك اوتي دي سوى به الطريقة اوتي ما تشوفون هنا ايضا عدنا orange chicken اللي هي سويتها بعملية التفقيس العادية هنا تضمن انه تطلع لك orange بس اكو بعض الدجاج لازم a breathing اوكي يبدو لك الدجاج اوكي 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 هاي ليش هاي ليش هاي الحلقة كلها محولة يعني ليش مدافته هم اوكي شباب اه على مدلطة و الحلقة اه اللي هنا مظهر انه هو اختم الحلقة فلا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وشاكم مقطع من اصدقائكم ونشوفكم بخير في الحلقة الجاية كان وياكم أحمد من قناة 100 حلقة الجاية لا ستكون على الدجاج نحن نبقى الكثير من الدجاج لكن الدجاج يعني متطور نتظرونا مع السلامة باي اشتركوا في القناة